نهاية القوة والمكد والبركة والعزة إلى الأمد آمين يا ربي يسوع المسيح نهاية القوة والمكد والبركة والعزة إلى الأمد آمين بسم الأب والابن الروح القدس إلى أن واحد أمين أهلا بكم مشاهدي قناة الحرية في حلقة عن أسبوع الألام نتحدث بنعمة ربنا عن معركة الصليب والغفران بنقرأ من سفر العدد الصح 17 يتحدث عن حرب عمليق وأتى عمليق وحارب إسرائيل في رفيديم فقال موسى ليشوع انتخب لنا رجال وأخرك حارب عمليق وغدا أقف أنا على رأس التل وعص الله في يدي ففعل يشوع كما قال له موسى ليحارب عمليق وأما موسى وهارون وحور فصعدوا على رأس التلة صليب وكان إذا رفع موسى يده أن إسرائيل يغلب وإذا خفض يده أن عمليق يغلب فلما صارت يد موسى سقيلتين أخذ حجرا وضعاه تحته فجلس عليه ودعم هارون وحور يديه الواحد من هنا والآخر من هناك فكانت يداه ثابتتين دا إشارة إلى ربنا يسوع المسيح لما ثبتوه على الصليب بالمسامير في رجله وفي إدهه فكانت يداه ثابتتين إلى غروب الشمس فهزم يشوع عمليق وقومه بحد السيف فقال الرب لموسى أكتب هذا تذكارا في الكتاب وضعه في مسامع يشوع فإني سوف أمح ذكر عمليق من تحت السماء فبنى موسى مسبحا ودع اسمه يهوى نسي يهوى نسي معناها الرب راياته وقال إن اليد على كرسي الرب للرب حرب مع عمليق من دور إلى دور مجدا للسالوس القدوس يا حبائي الشيطان حاول أن يسن المسيح عن الصليب في ثلاث مواقف الموقف الأول قال له أديك كل الممالك دهية الممالك دي كل بتاعتي أديها لك بس اسجد لي يعني عاوز يقوله الطريق الأسهل إيه إنك عاوز تاخد العالم ده كله ترجعه ليك طب اسجد لي المرة التانية ربنا يسوع المسيح كان بتكلم على الصلب والصليب والألام فبطرس خده كده في حضنه وقال له حشاك يا رب كان الشيطان هو اللي بيتكلم وساعات الشيطان يستخدم وناس خدام من جوة الكنيسة ربنا يسوع المسيح قال له اخرس يا شيطان مش قال له اخرس يا بطرس قال له اخرس يا شيطان لأنك لا تهتم بما لله ولكن بما للناس المرة التالتة بقى المسيح على الصليب فالناس قالوا له انزل بنا على الصليب لنرى ونؤمن إنما ربنا يسوع المسيح دخل المعركة خلي بالكم عمليق ده يعني كان ضخم جدا فوق 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 طوال وكبار ولكن في حاجتين حصل أول حاجة إن موسى كان ديه مرفوعة كده هو سبته وسبته الإيد دي والإيد دي وهارون وحور كانوا معاه إشارة إلى الصليب ويشوع تحت هو اللي بيحارب عمليق ويشوع ده رمز للمسيح الشين والسين في اللغة العبرية واحد فيشوع كان بيحارب عمليق إشارة إلى معركة الصليب اللي ربنا يسوع المسيح دخل فيه شوفوا بولوس الرسول يقول إيه الذي جرد الرياسات وأشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه يعني فيه دي راجع على الصليب الذي جرد الرياسات التجريد ده هو عقوبة الناس اللي دخلوا الحياة العسكرية يعرفوا لما يكونوا يحكموا ظابط كبير ييجوا كده مربع ويقولوا التهمة وييجي هو في النص ويجردوه من من الرتب بتاعته يا أحبائي ربنا يسوع المسيح جرد الشيطان من كل قواه دي بيكون تعبان كده وشال السم منه الذي جرد الرياسات أشهرهم يعني فضحهم الذي جرد الرياسات أشهرهم جهارا قدام العالم كله يا أحبائي احنا متهمين ان احنا أمة الصليب نحن أمة الصليب نحن أتباع الصليب نحن ساجدين للصليب نحن ندخل هذه المعركة ليس بقوتنا ولكن بقوة الصليب ولذلك يشوع انتصر يشوع انتصر والعملية لغاية الغروب وربنا يسوع المسيح كان على الصليب وكان قوة الشر كان بتتهزم المسيح هزم هذا الشيطان بقوة الصليب وهزيمة الشيطان لحسابنا هزيمة الشيطان لحساب ضعفاتنا احنا احنا منقدرش على الشيطان لوحدنا اي عائل صغير كده مجرد انه يرشم الصليب تنهازم كل قوة الشر يا حبائي الصليب هي قوة شكرا لله الذي يقودنا في موكب نصراته كل حين ويظهر فينا رائحة معرفته في كل مكان الفرس معدل الحرب اما النصرة فمن عند الرب يا حبائي الشيطان امام صليب المسيح صار عدوا مهزوما ونحن نواجه عدوا مهزوما بقوة الصليب عشان كده عشان كده احنا بنمسك في الصليب وفي التقليد المسيحي كل انسان المسيحي يبقى معاه صليب مش بس الكان وابونا الاسقف لا كل مؤمن لازم يمسك الصليب كل مؤمن لازم يرشم الصليب وهو خارج الصبح يرشم الصليب على الاكل يرشم الصليب على الكرسي اللي يقعد عليه في الشغل هناك حروب كثيرة الشيطان احيانا يحاربنا بالفكر والشيطان احيانا يحاربنا بان يستخدم الاخرين ضدنا والشيطان يحاربنا عن طريق الحواس ويحاربنا عن طريق العالم اللي احنا عاشين فيه ولكن المسيح الذي انتصر على الشيطان يعطينا هذه النصرة ونحن اسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله احملوا سلاح الله الكامل يا أحبائي هذا السلاح والصليب حينما نرشمه على اكسادنا وحينما نرشمه على بيوتنا وحينما نرشمه على اولادنا في خروجهم وحينما نرشمه في اي حرب تواجهنا يا أحبائي الصليب هو شعرنا وبعدين شوفوا قال ايه بعد ما انتصر قال ايه يا ونسي اي الرب رايتي المسيح هو راية الصليب هو راية نحن نحيي هذه الراية كل يوم نحن نقف امام هذه الراية ونعطي تمام كل يوم يا أحبائي لا نبتعد عن الصليب بل في كل صباح وفي كل مساء نقف امام هذه الراية لكي نتمسك بها لكي نتقوى بها لان كلمة الصليب عند الهالكين جهالة اما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله هنا في 9-1-1 اول ما نطلب 9-1-1 تيجي على طول بسرعة في مصر في 122 نطلبها بسرعة اول ما يجي الشيطان يا حريبنا نلجأ الى الصليب نتحسن بالصليب نرشم الصليب نقول باسم الصليب الصليب ده يا حبائي هو انتصار انتصار على قوة الشر اوعى تفتكروا ان الشيطان ده له قوة ولا سيطرة علينا اطلاقا ده زي ما يكون كلب بيعد الناس وجي واحد جاب الكلب ده وربطه وربطه في شجرة طب ايه اللي حصل ده هو اه طول ما انت بعيد عن المجال بتاع الربط بتاعه مش هايزيك ولكن امتى بيأزيك لما تقرب ليه وبعدين انت بصت لا ايه انه هو بيأزينا يا حبائي نحن نرفع عيوننا الى الصليب سر القوة وسر الاسرة وليعطينا الانا حياة النسرة حتى نفرح بنسرتنا شكرا لله الذي يقودنا في موكب نسرته كل حين ويأزر فينا رائحة معرفاته في كل مكان شو بيقول ايه على حرب عمليق للرب حرب مع عمليق من دور الى دور والشيطان لما جرب المسيح بيقول فتركه الى حين ايه الحين ده انه يرجع يحاربنا احنا وللرب حرب مع عمليق من دور الى دور فقدمنا يشوع يحارب رمز المسيح وقدمنا موسى اللي هو شفيعنا الصليب الهنا قوتنا ونصرتنا السلام للصليب قوة الانتصار لإلهنا المجد الدائم الى الابد امين موسيقى والعزا الى الابد امين عمال وإن إلهنا وملكنا موسيقى لكالقوة والمجد والبركات والعزا الى الابد امين يا ربي يصعى المسيح لكالقوة والمجد والبركات والعزا الى الامان امين بسم الاب والابن الروح القدس الان وحد امين احبائنا مشاهدي قناة الحرية اهلا بكم في اسبوع الالام اسبوع البسخة الهولي ويك اللي احنا بنستناه من السنة للسنة يا احبائي في صليب المسيح نحن ننال غفران زي ما قال بولوس الرسول الذي لنا فيه الفداء بدمه غفرانا للخطية زي ما قال بطرس الرسول الذي حمل خطيانا في جسده على الخشبة لكي نموت عن الخطي ونحي للبر وقال ايضا بولوس الرسول بعد ما قال لسته تحرم من ملكوته الابدية الهكذا كان اناس منكم بل اغتسلتم بل تقدستم بل تبررتم باسم يسوع المسيح وفي صفر الرؤية يقول الذي احبنا وقد غسلنا من خطيانا بدمه يا احبائي يا احبائي نحن في الصليب ننال هذا الغفران وربنا يسوع المسيح على الصليب قال يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون يا احبائي هذا الغفران مشروط لأن رغب أن المسيح صلى من أهل الغفران البشرية ولكن في ناس ما حصلتش لم تحصل بعد لهذا الغفران هذا الغفران مشروط بسبعة شروط الشرط الأول هو التوبة توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السموات وإن لم تتوبوا فجميعكم كذلك تهلكون والآن الله يأمر جميع الناس في كل مكان أن يتوبوا متغاضيا عن أزمنة الجهل وربنا يسوع المسيح بيقول لنا توبوا لأنه قد اقترب منكم ملكوت السموات التوبة هي شرط الغفران لا غفران بدون توبة عشان كده على الصليب ربنا بيقبل التائبين ربنا يسوع المسيح بيدعو الخطاه بيقول لا يحتاج الأسحاء إلى طبيب بل المرضى لم أتل أدو أبرار بل خطاه إلى التوبة يا حبائي ربنا يسوع المسيح في الصليب يعطي غفران بلا حدود غفران بلا حدود لأنه هو غير محدود غفران بلا حدود لأنه قال إحنا يا بشر اغفروا سبعة في سبعين يعني عدد كبير لا نهائي عشان كده ربنا يسوع المسيح غفران أيضا غير محدود نحن لا نستكسر خطيانا على دم المسيح ولكن يطهرنا وفي سر التناول بيقول كان يعطى عنا غفرانا للخطايا وخلاصا وحياه أبدي يا أحبائي المسيح إلهنا زي ما بيقول في إشعية تلاتين عدد تمنتاشر بيقول لذلك ينتظر الله لكي يترأف عليكم وكما علت السماء عن الأرض ما رحمك يا إلهي كثيرة لا تعد ولا تحصل شروط الغفران أولا التوبة شروط الغفران أيضا غفراننا للآخرين إن لم تغفره لن يغفر لكم وعشان كده الدين قاله تعالى بقى كما كنت سدد الدين اللي عليك والدين اللي عليه كان كبير جدا عشر تلاف واسد الدهب مش ممكن أبدا يقدر يسدده ولكن الراجل كان مديون بمئة مئة دينار حاجة تفعل يا يا حباي abra glimpse دينار نحفرانه آخرين دخل يا رب سعيدنا أن احنا نغفر دخل بقى دخل بقى اله الناس الناس اللي اضطهدونا الناس اللي جرحونا دخل الصليب بنقول يا رب احنا بنغفر لجماعة داعش على اللي عملوه وعلى يعملوه واللي عاوسين يعملوه احنا من قلبنا بنغفر كل زوج كل زوجة كل أب كل أم كل إنسان في الكنيسة لازم يتعلم أنه يغفر للآخرين يا حبائي أخشى أن يكون غفران المسيح نحرم منه بسبب عدم غفراننا للآخرين ربنا يسوع المسيح لما علمنا الصلاة الربانية وجيه علق عليها تعليق صغير بس لما جيه عند اغفر لنا زنوبنا كما نغفر للمسلمين إلينا علق وقال إن لم تغفروا لا يغفر لكم شروط غفران المسيح لنا أولا التوبة ثانيا غفراننا للآخرين ثالثا الإيمان بالفداء والدم لا يمكن أن يتم هذا الغفران إلا إيماننا بإن المسيح هو الله الذي ظهر في الجسد إلا بإيماننا أن المسيح مات على الصليب من أجل خطيانا إيمان بالدم إيمان بالصليب إيمان بالفداء الذي لنا فيه الفداء بدمه غفرانا للخطايا يا أحبائي ربنا يسوع المسيح اتصلب على شننا عشان غفراننا فلازم إحنا نؤمن بهذا الصليب ونؤمن بهذا الفداء ونؤمن بهذا الغفران شروط الغفران هي توبتنا شروط الغفران هي غفرنا للآخرين شروط الغفران إيماننا بسر الفداء ودم المسيح شروط الغفران قبول المسيح الفادي في حياتنا قبوله في حياتنا إحنا قلنا يوم حد الزعف إنه هو المسيح الملك جاء لكي يملك والرب ملك على خشبة لا بد أن نجعله يملك وأعلمك أرشدك أنصحك عين عليك وبعد برأيك تهديني وبعد إلى مجد تأخذني خرافي في يدي ولا يخطف أحد من يدي وأنا أعطيه حياة أبدي يا أحباي قبول المسيح معناه طاعتنا لوصياه قبول المسيح معناه أن يكون في قلبنا حب من أجله قبول المسيح معناه أن نضحيه بحياتنا كلها من أجله قبول المسيح معناه أن يأخذ المكانة الأولى المكانة الأولى في بيتنا المكانة الأولى في فكرنا المكانة الأولى في مشاعرنا يا أحبائي المسيح ما بيفردش نفسه بيقول إيه افتحي ليه يا أختي يا حبيبتي يا حمامتي يا كاملتي لأن رأسي قد امتلع من الطل وقصصي من ندى الليل ويقول أيضاً ها أنا ذا واقف على الباب وأقرأ إن فتح أحد يا رب ادخل لا أنا مش هدخل من غير إرادتك أنا مش هدخل غير ما تقبلني في قرية السامرة رفضت أن تقبل المسيح تلمزين من تلاميذ المسيح قالوا لي يا رب أتأمر أن نطلب أن تنزل من النار وتهلكهم زي ما عمل إليه قال لهم لستما تعلماني من أي روح أنتما والمسيح راح وقابل المرأة السامرية وقعد عندهم يومين وقام الناس كتار يا أحبائي قبول المسيح معناها أن نفضله على العالم إما أن نتبع المسيح وإما أن نتبع العالم زي ما قال يشوع بن نون إن كان الله والله فاعبدوه وزي ما قال إليه لا تعرجوا بين الفرقتين وزي ما قال سفر الرؤية ليتك كنت حارا أو باردا ولكن لأنك أنت فاتر أنا مزمع أنا تقيعت من فمي يا أحبائي غفران المسيح على الصليب مشروط بتوبتنا مشروط بغفراننا للآخرين مشروط بإيماننا بسر الفداء وبالدم مشروط بقبول المسيح الفادي في حياتنا مشروط أيضا بأسرار الكنيسة أسرار الكنيسة هي منابع الخلاص منابع الغفران وخصوصا سري الاعتراف وسر التناول سر الاعتراف ما حلل تموع الأرض يكون محلولا في السماء وما تربطون على الأرض يكون مربوطا في السماء وسر التناول يا أحبائي هو سر خلاصنا يعطى خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية المعمودية هي بنويتنا لله والميرون تكريسنا لكي نكون أولادا لله والاعتراف غفراننا والتناول هو سكن المسيح في حياتنا ومسحة المرضى شفاء للروح وللنفس وللجسد وفي سر الزيجة تحد الزوجان ويصير واحدا والسر الكانوت وأبو الأسرار كلها يا أحبائي أسرار الكنيسة هي لازمة لخلاصنا أسرار الكنيسة مع الكتاب المقدس لازمة جدا لغفرانا لخطيانا الأبدية هي مكان الموطن الأصلي مكان السكنة الأصلية إن نقدر بيت خيمتنا الأرضي فلنا في السماء بناء غير مصنوعا بيد أبدي عشان كده وإحنا بنبص للصليب وإحنا بننظر إلى الصليب وإحنا بناخد غفرانا من دم المسيح بنقول لك يا رب اجعل لنا نصيب في ملكوتك يا أحبائي يا أحبائي هلقى الشهداء واللي هاستشهدوا بعد كده واللي استشهدوا قبل كده فينهم دلوقت لنا سحابة من الشهود مقدرها دي محيطة بنا فلنحاضر بالصبر في الجهاد الموضوع أمامنا ناظرين إلى رئيس الإيمان ومكمله الرب يسوع المسيح الذي من أجل السرور الموضوع أمامه احتمل الصليب مستهينا بالخزي يا أحبائي المسيح احتمل الصليب من أجل أبديتنا المسيح مات على الصليب لكي يعطينا نصيب في الملكوته الأبدية المسيح على الصليب دفع تمن أبديتنا وعشان كده يا حبائي نحن في هذا الأسبوع بنقول له لك القوة لك المجد لك البركة لك العزة يا عما نقيل إلانا بنقول له في ختام البسخة أمين الليل يا بنقول له الذي صحق الشيطان تحت أقدامنا يا أحبائي نحن في صليب ربنا يسوع المسيح ننال غفران وهذا الغفران مشروط بتوبتنا وغفراننا للآخرين وإيماننا بالفداء وبالدم وقبول المسيح الفادي في حياتنا والأسرار التي نمارسها خلاصا وحياة أبدية والأبدية التي نتطلع إليها يا حبائي هذا الغفران نحن نحتاج إليه والمسيح إلانا يعطي هذا الغفران نعمة وعطي هبت الله هي حياة أبدية ليت الله يبركنا لإلهنا كل مجد وكرامة إلى الأبد نعمة 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 ترجمة نانسي قنقر أمين ترجمة نانسي قنقر